تريند المحلي كيروش في مؤتمر صحفي النهاردة قبل الصفر للدوحة. قال كاس العرب بطولة تحضرية. ومهمة قوي أنه هو يقول كده بالمناسبة عشان إحنا ما نبقاش متعشمين إن إحنا رحيين ناخد البطولة. لا. في أهداف أخرى بخلاف إنك تاخد اللقب ده. وهي أهداف الحقيقة أهم. أنت بتحاول تعد جيل جيد للفترة اللي جاية. وكلام ومور مهمة جدا. وكمان عايز تجاهز نفسك للتحديات اللي قلنا عليها. وقال ذلك لا يعني أن الفوز الفوز بيها لا يهم منها. أو يهم منها وكل حاجة. لكن احنا بنعمل من. لا نعمل من أجله. يعني مش مشتغل على إن إحنا ناخد البطولة على قد ما نحن نحضر نفسنا. كيروش كمان من خلال مؤتمر صحفي. ده من خلال حساب في الجول. قال انظروا للمستقبل. لابد منضم لعابين صغار السن. كأس العالم. ربما يصبح كل عامين. فمن أين سأأتي بلعابين في هذه المدة القصيرة. الرجل بيبص منظرة مستقبلية مهمة جد. تعالى كمان للمستمرين مع تصريحات كيروش. من خلال يلا كورة تم إرسال قائمة تضم أربعين لاعب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. نستطيع فقط تعديل الأسماء في حالة وجود أمور طبية أو إصابات. خلينا كمان ناخد خبر مهم أيضا من في الجول. وإن كيروش أعلن أن حجازي انضم للمنتخب بعد محل الجزئية بتاعت أن الدور السعودي مستكمل. فالالتحاد عايز حجازي يبدل موجود. لكن حلوها مع التحاد وحجازي انضمه. وتم استبعاد إمام عشورة لعب نادي الزمالك. طيب. دي أهم الأخبار التي تتعلق بمنتخبنا الوطني. تعالوا كمان ناخد تفاعل.